مع فيلم فتح الأندلس وصلنا أخيرا ها هو مضيق جبل طارق يبدو واضحا من هنا منظر جميل أليس كذلك لما سمع بمضيق جبل طارقا يا جدي انظر هل ترى ذلك الجبل البعيد تجاه سبكة بالضبط نعم ذلك الجبل يدعى جبل طارق وقد أخذ المضيق اسمه من اسم ذلك الجبل جبل طارق لماذا سمي ذلك الجبل جبل طارق الحديث يطول ولا بد أن أحدثك أولا عن بطل عربي مسلم هيا بنا نجلس هناك الحمد لله هذه المنطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي ولدت على شواطئه أهم الحضارات وهذا المضيق هو الأشهر في الدنيا فهو يربط المتوسط بالأطلسي القائد المسلم الذي أعطى هذا المضيق اسمه الذي عرف به وتمت على يديه أهم الفتحات الإسلامية كان أول من وطئت قدماه أرض الأندلس إنه طارق بن زياد ألنس كذلك؟ نعم هنا في طنجة جهز ذلك البطل جيش المسلمين للجهال لقد كان واليا عليها من قبل الأمير موسى بن نصير ولا شك أنه أطل على الأندلس من المكان الذي نطل منه الآن أثبت طارق جدارته كقائد عربي كبير بالقيروان مقر موسى بن نصير الذي كان واليا على شمال إفريقيا كان ذا قلب شجاع لا يهب الموت أعطيت له القيادة ولم يطلبها قد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا طارق بن زياد لقد صدعت لمقابلة الأمير تفضل يا سيدي شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك إفلس أيها القائد لقد سمعت عن بطولاتك وشجاعتك التي أظهرتها في القضاء على التمرد الأخير ضد أمير المؤمنين أنا فخور بك وأنا رهن أشارتك يا سيدي لقد فر من بقي من رؤوس الفتنة إلى الجبال ولكنهم لن يصندوا طويلا على أي حال دعنا من هذا الأمر الآن لقد عودتك لسبب آخر كتبت إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رسالة أخبره فيها عن أحوال الناس في الأندلس وما يلحق بهم من ظلم والضهاد أنت تعلم أن الطريق طويل وشاق وهو خطر أيضا ولكنني أثق بشجاعتك لم أجد خيرا منك لتسليم هذه الرسالة إلى قصر الخلافة في دمشق سلمها لأمير المؤمنين باليد الخيول عطشا هناك نهر قريب أمامنا أيها القاعد هل نتجه إليه لا لا ينبغي أن ترتاح الخيول قبل أن تشفر أنضيت سنوات طويلة وأنا أعمل كدليل في هذه الطرق الخطيرة ينبغي أن نكون على حدر فقطاء الطرق يطمعون بهذه الخيول العربية الأصيلة هيا لنتابع المسير فطريقنا طويلة هذا صحيح يا سيد لقد قطعت هذه المسافة في أربعين يوما وكنت أسير دون توقف وكم ستقول الرحلة هذه المرة لقد بدأنا بداية طيبة الأمر يرجع إلى صبركم وسرعتكم بل لعله يرجع إلى دليلنا الشيف أيها القائد لا يغرك الشيف في رأسي لقد أنضيت حياتي كلها على ظهر الخرص سوف نرى ذلك هيا بنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا اصعد لترتاح من عناء السفر وسأقوم أنا بإطعام الخير الحساء الذي أقدمه لزبائني لذيذ جدا هنيئا لكم أيها الرجال بارك الله فيك هيا نأكل بسم الله ها تذكرت قل لي هل قمت بإطعام الخير يا يوسف لقد أصر الخادم على إطعامها بنفسه يا سيدي القاعدة الأولى في الحيطة والحذر أن نقوم بإطعام الخير بأنفسنا يا يوسف سأقوم بذلك حالا يا سيدي أهلا أهلا وسهلا على ما أظن الرحلة إلى الشام أليس كذلك يا سيدي سمعنا أن قطاع الطرق نشطون هذه الأيام فعلا يا سيدي لقد قاموا بنهب إحدى القوافل قبل أيام يجب أن ننتبه ونحضر إنه مضيق شديد الخطورة صدقت ربما كان هناك من يتربص بنا ألا يوجد ممر آخر؟ ربما ولكننا سنضيع وقتا طويلا لنسل إليه اسمعوني جيدا أيها رجال سنستريح عند مدخل المضيق متظاهرين بالأمان ثم نتحرك بسرعة باتجاه المضيق فإذا كان هناك من يكيد لنا قضينا عليه هيا يا رجال يجب أن نجهز الأقواس والسهام ونستعد لاستخدامها في الوقت المناسب لا يبدو أن هناك من يتربص بنا ولكن ربما كان اللصوص متخفين تماما عن الأنظار على بركة الله ترجمة نانسي قنقر لا يبدو أن عدده الكبير لا تنسفتوا بالمراء تخدموا إلى الأمام إلى الأمام لن تفلقوا للأيدينا أخذ يا رايكم لم أضعك تنسفتوا بالمراء لم أضعك تنجو بهذه السهولة الحمد لله لم يصب أحد مننا بسهولة كنا على وشك الهلاك ها يوسف أبيك يا حفيظ استرح ستكون بخير إن شاء الله الحمد لله أنكم سالمون يجب أن لا تبشر الكلام استرحي يجب أن نعود بيوسف إلى الخان ولكن مهم أن نصفي حسابنا مع اللصوص هيا أيها الضعفاء لقد تصرفتم بدون أي ذكاء وهربتم كما يهرب البقر المذعور تدعون دائما أن بإمكانكم أن تسقطوا الطائرة وهو يحلق في السماء أخبروني ماذا أصابكم أحدهم في الأعلى فرقت جميعا أيها الضعيف هنا توجه ليп justice رفق ترجمة نانسية حسابكم نانسية 0 نانسية نانسية لا حسابكم أس挥 اشتري اشتري الصحدي اشتري اشتري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مضى خمسون يوما اظن انه بقي لنا مسيرة يومين بإذن الله والقال هل تتوقعها اربعين على ما اذكر قلنا ان هذا الامر مرتبط بدليل نعم انت محق يا ولدي ارجو ان لا اكون قد مصدت بالوهن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا ابي صباح الخير كيف حالك يا زهر الحمد لله فيتفصل الربيع يدوم الى الابد انظر يا ابنتي الازهر تنثر شذاها الحلوة في كل مكان وانت تنشرين البهجة في نفسي لك الشكر يا رب احب فيك يا والدي شكرك دائما لله عز وجل وكيف لا اشكر الخالق المبدع الذي من علينا بكل هذا الجمال نحن نتمتع بالطمانينة والسلام بعد ان دانا شمال افريقية كله بدين الاسلام شكرا لك يا رب سيدي ما وراء النقل ماذا هل حصل مكروه لا حول ولا قوتين لا بها استشد الجنبي المراجخ للقائد بارك ايه لقد استقتم الى القيروان معك حق فقد طال غيابنا باذن الله سنصل قبل العصف الامير في المقبرة الان يا سيدي في المقبرة مساعدك يوسف ايها القائد رحمه الله الله اكبر الله والسلام عليك أيها القائد وعليكم السلام ورحمة الله ما وراءكم جئنا نستودر الطلاب اين العزم الى الاندلس سنقوم برحلة لاستكشاف احوال الناس الولاي انهم يعانون شتى انواع الظلم منذ وقت قويل وقد ازداد الظلم كثيرا في الاولة الاخيرة اتمنى لكم النجاح في مهمتكم وادعو الله لكم بالتوفيق كان الله في عونكم وسدد خطاكم اتعلم يا عمر ان ملقى التي نقترب منها هي اكبر ميناء في الاندلس كلها وهل المدينة التي ولدت فيها قريبة من ملقى يا مسلم سوي لا تقع الى الغرب من ملقى مسلم اريد ان اسألك ادى اشقر والاسبان ليس كذلك امي قوطية وقد ولدت اشقر مثلها وهل السبب في ظلم الحكام انهم قوطيون غرباء عن الشعب الاسباني لا اعتقد ذلك يا عمر في البداية لم يكونوا ظلمين ولكن جهلهم وتعصبهم الاعمى جعلهم كذلك ان الحكم في الاندلس بعيد عن العثالة يا صديقي الاندلس مليئة بمثل هذه المناظر والظلم يزداد كل يوم سيحرقون نصف هؤلاء الناس على الاقل ولكن ما السبب لعداوتهم وتعذيبهم انهم ينتمون الى المذهب الاريوثي المخالف لمذهب رجال الكنيسة وهذا سبب العداء بين فرقتين كافرتين ان الكفر ظلم عظيم الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر على طريقنا طحون وسط القيان المساعدة من صاحبها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الى اللقاء ايها الرجل الطيام السلام عليكم مرحبا أيها العمد هيف حالك؟ أهلا وسهلا هل من خدمة أقدمها لكما؟ إننا مسافران وأحببنا أن نلقي عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا شك أنكما تشعران بالجوع والتعب الله الله سمع الله لمن حسن مضى على قدومي من شمالي أفريقية إلى هذه البلاد زمن طويل في كل يوم يزداد عدد المسلمين هنا وهذا يشكل خطرا كبيرا على حكام هذه البلاد منذ عشر سنوات عندما وطأت قدماي هذه البلاد لأول مرة وأنا أتمنى قدوم المسلمين لنشر العدل والسلام لعلها أمية صعبة المناه لا تيأس أيها العم لن يكون ذلك حلما صعب المنال إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله كان خضب الشيء لحيتي وشعري وأمل الوحيد أن أرى تلك الأيام قبل أن أموت أتمنى لو بقيت ما معي وقتا أطول نتمنى ذلك أيضا أيها العم علينا أن ندرك القامل نستوجع الله نستوجع الله أرجو المعبغة هل بإمكاننا أن نساعدكم أيها الشيخ الكبير شكرا لك يا أولي ولكن لا أحد بإمكانه مساعدتنا لقد أخذ الشجود والد يحرقه في قرطبة وما السبب في ذلك؟ إنه من دين آخر وكل الفريقين متناحرين لذلك رجال الكنيسة بعداء تائم معهم هذا الطريق يؤدي إلى طليطلة والطريق الآخر إلى قرطبة شكرا لك شكرا لك بأمان الله مع السلامة أخيرا عثرنا على القافلة يا مسلم ولكن يبدو أنهم تعرضوا لحادث ما هيا بنا هيا سارقوا كلما أملي قاتل الله الأشرار إشرار يا أخير من أين ذهب النصوص؟ هل تعرف؟ من هناك توجهوا إلى ذلك الجبل من هناك توجهوا إلى ذلك الجبل انظر يا عمد من هؤلاء؟ لابد أنهم من رجال جقال باش قطع الطريق ينبغي أن ندخل المدينة قبل أن يحل الظلام هيا بنا ما أجمل هذه الخيول الأصيلة؟ هل يعرف أحد منكم أين ذهب الرجال الذين دخلوا قبل قليل؟ إلى قصر الحاكم بتاو شكرا شكرا لك أيها الحارس المتعاون لم تصب هذه المرة يا عمر أمر لا يصدر اللصوصية في هذه البلاد تركب من قبل الحكام أنفسهم أجل مسلم ينبغي أن نبحث عن مكان النبيت فيه مسلم أنظر لابد أنه قصر الحاكم تاو هيا اسمعا لا نريد بكم أسوء نريد هذه الخيول فقط من كان شجاعا فليتقدم هيا تعالوا اقتربوا ولا تخافوا هل عدلتم أن أرصد الخيول أين تذهبون؟ هاي عمر تعال هونظر رجال وجقال باش يخرجون من القصر أريني ترى أين يذهبون؟ فلنتبعهم بسرعة هيا مسلم لنتمهل قليلا كي لا ينتبه إلينا اسمع لا يمكننا مهاجمتهم إلا إذا كمنا لهم وبغتناهم فجأة فكرة جهيدة هيا بنا يالا الخيبة فقد أفيتوا منا نعم ولكن لن نعود بالخفي حنين انظر اسمعي الرجل سنحاول مساعدتك إذا أخبرتنا من هو زعيمكم جاقال باش شريك تاو حاكم قرطبة أقد كان حدثنا صحيحا هكذا إذا كانوا من رجالي بحاكم تاو والآن سنشكو من إلى من كنت أود العودة بعد بيع القضاعة التي تركها اللصوص ولكن بعد هذه الأخبار لابد من العودة حالا هل ستواصلني السير؟ لا، سنعود أدراجنا نحن أيضا سنتوقف هنا لوداع العم إبراهيم ثم نلحق بالقافلة بعد ذلك وأنا أيضا سأرافقكما أهلا يا إلهي، ما هذا الغرام؟ ما هذا حصل؟ أم لا يصد أتمنى أنه مرحمتك يا أرحم الراحمين يا جنود الله هكو أستعدوا لانتتال واحد، بسم الله، انطلق شكتوا غيرا ولبقوا للمعالي يا رجال عطموا الظلمة أزيلوا كل أشوار قبا وارفعوا السيفة وصولوا وابعتوا فينا الحياة إن لله جنودا ورجالا لا تنام كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام إن لله جنودا ورجالا لا تنام كانوا للحق شهودا يتحدون الظلام قد أعدت للجهاد قوة ليست تدين وكتاب الله هادي لسرايا المسلمين أيها البدر تألق وأضيقي يا زماء أقبل الفجر وأشرق ولواء الحق جاء ولواء الحق جاء أريد أن أجعل من طنجة قاعدة للانطلاق نحو الأندلس وهذه المهمة تحتاج لقائد عسكري محنم لا إلى مجرد والي للمدينة نعم أنت على حق أيها الأمير لا بد أن تتحول مدينة طنجة من ولاية عادية إلى مقر لقيادة الفتوحات الخربية إنك بحاجة إلى قائد شاب ذكي وملهم تختاره ممن تثق بهم نعم نعم أدرك ذلك من الأفضل تأجيل موضوع تعيين وال على طنجة الآن لا بد من القضاء على التمرد بشكل كامل قبل أي شيء آخر اسبانيا وطن الأنجال اسبانيا تاج الأسيان اسبانيا القوة اسبانيا العظمة تحيا اسبانيا أيها الملك ألفونسو أنت منذ هذه اللحظة ملك اسبانيا خلفا لوالدك الراحل الملك جيتشي أيها الملك اسبانيا وطن الأنجال اسبانيا تاج الأسيان اسبانيا القوة أيها الحاضرون الملك ألفونسو سيستقبل المهنئين وعلى رأسهم البطارقة والأساقفة الذي نجاء من روما لإعلان تولي الإبن الملك في هذا اليوم كيف يتولى الحكم صبي؟ لم يتجوز السادسة عشرة هل سيتمكر من حل المشاكل التي استفعلت في أثناء مرض والده الراحل؟ أم أن الأوضاع ستزداد السورة؟ إنه ليس صبيا إنه خلف لوالده ملك اسبانيا قد سمع الكلام عن الملك الجديد أيها الكون لكنك تتحدث وكأنك لن تسمع شيئا عذرا إن أذني ليست مرهبة السمع مثل أذنك إنك ماهر جدا في سماع كل ما يجري في أرويقة القصر حاكم سبتة الجميلة كونت جوليان أرجو المعبرة كيف حال الكونتي ساسومينا وأنت أيها صغيرة فلورندا ستكونين ملكة اسبانيا عم قريب أهلا لكم شكرا جزيلا كونتي تراقي أنت من الجميل المقربين في قصر ويطنة أيها الحاكم لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيم بعد قليل ستبدأ الليلة الخاصة للملك ألفونسو لدينا بعض الخلافات مع قادة الجيش يبدو أنهم يفطلون السياسة على القيادة تقصد القائد الإفريق على ما أظن نعم ذلك السيء عن إذنكم أيها الحاضر هل من جديد في مشكلة متمردي الباسك إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذا لا يهم القصر الآن الاستعداد تام للدهاب على رأس حملة إلى هناك ما رأيك أيها القائد؟ لقد ذهبت على رأس فرقة عسكرية إلى هناك وتم حصار المتمردين في منطقة جبلية وبصل خبر وفاة الملك جيتشة فكانت العودة سريعة إلى هناك عن إذنكم كون جوليان كيف حالك أيها الحاكم؟ وأنت يا فلوريندا الجميلة هل لاحظني أنك أجمل فتاة في هذا الحظ؟ عن إذنك يا للفضاء كم هو سيء هذا الرجل وصلني اليوم خطاب من أمير المؤمنين بالشام لقد جعلني عاملا على إفريقيا إنه ليسرني أن أجعلك واريا على طنجة أعلم يا طارد أنك جدير بأكثر من ذلك لأنك قائد محنق وشجاع يستحق كل تقدير طنجة أكثر من ولاية إنها مقر قيادة الفتوحات الإسلامية في بلاد الأندلس أشكرك جدا يا سيدي وأرجو من الله تعالى أن يقبلني مجاهدا في سبيله سأحاول أن أكون عند حسن ظنكم بي أيها الأمير أنا واثق بقدراتك يا طارق عليك أن تعمل على تقوية الجيش الذي سنعده في طنجة فعما قريب سنبدأ بالتحرك تجاه الأندلس هل يأذن سيدي باختيار من سيساعدني في مهمتي؟ طبعا يا طارق طبعا فلك كل الحق في اختيار قادة الجيش أيها القائد ولكن عليك الترويب لذلك فالنجاح الفتوحات يقوم على أمور هامة إن جيش المسلمين بلغ شوافئ الأطلسي بقيادة القائد عقب بالنافع منذ ثلاثين عاما ثم توقفت الفتوحات الإسلامية غربية تنجى أمام المسلمين الآن أحد الخيارين إما التقدم باتجاه الجنوب نحو واسطة إفريقية أو متابعة التقدم نحو الشمال واجتياز المضيق الذي يفصل المتوسط عن الأطلسي أمير المؤمنين متردد في التحرك تجاه الشمال إنه يريد تجنب ركوب البحر ولكنني كتبت له خطابا شرحت فيه أن الأمر ليس بالخطورة التي يظنها وأنتظر جوابه بالموافقة إن شاء الله إن شاء الله سبت في قلبي وروحي سبت في قلبي وروحي لك حبي واشتياقي لك حبي واشتياقي مرحبا بقدومكم أيها الكون هل سبتة كلهم في شوق إليكم؟ ونحن أيضا يا جيترالز لا مثيل لسبتة في العالم قاطبة بالتأكيد أيها الكون أرجو أن تكون الأمور قد صارت جيدا كل شيء على ما يرام ولكن تم العلم أن المسلمين يزيدون تعزيزاتهم في طنجة إنهم يفكرون في إسبانيا يا جيترالز ولا يريدون السبعا بأهلها هناك أمر آخر لقد وصلت رسالة من طليطلة ممن؟ من الإبن فلوريندا إذا هيا إلى القصر لقد فعلها ها؟ ماذا في رسالة؟ لا المسكينة الصغيرة ماذا بلاك؟ أرجوك هدائي لقد خلع الأفريق ألفونسو عن الحكم المخاطر المخيفة وتحيط بها ولماذا تخوف على فلوريندا؟ لقد تمت خطوبة فلوريندا إلى الملك ألفونسو كما تعلم وريثما يتم الزواج التحقت بالمدرسة الملكية أخشى أن يصيبها مكروه على يد الماكر الأفريق بعد أن نفى الملك ألفونسو إلى قرطوبة لا بد من حل لا بد من حل سترسل رسالة إلى الأفريق يتم إعلامه فيها أن أمها مريضة وفي حي لا تنجح هذه الخطة فلا وسيلة إلا أن تختطف من المدرسة الملكية ينبغي أن لا يكون هناك تمييز بين فئات المجتمع ولا يجب أن تطرى إحداها على الأخرى أرى أنك تحاول أن تفهمني شيئا يا سركون إنما أنقل لكم خلاصة دراساتي في حياة الشعوب أيها الملك ثلاثة أساقفة يستأذنون للدخول أيها الملك أدخلهم إلى قاعة الاستقبال سأتيح علم هل تحتاجون المساعدة أيها الأساقفة تفضلوا وهكذا بعد أن خلع للريق ألفونسو عن الحكم وقام باختطاف فلوريندا بن تلكونت أظهر امتنانه واعترافه بمساعدة الأساقفة له بعد اتخاذهم القرار بتوليه الملك ولكنه مع ذلك أخبرهم بأنه قضى لهم الدين وسدد الحساب ولكن الأساقفة حاولوا التشديد عليه حتى لا يتهاون مع الأريوثيين وأن يتابع ملاحقتهم ومعاقبتهم بأشد العقاب وإن يقتلهم ويشنقهم في الساحات العامة وعندما حاول أن يبرغ لهم بأن اعتداء الأبيوثيين كان سرقة فقط منفعل الأساقفة وازداد غضبهم ولكنه قام بتهديئتهم ووعدهم بتنفيذ ما يطلقونه ومعاقبة من يعادونهم حالا لا شك أن هذا لا يعجبك أليس كذلك سيركون الفرق بين الملك وبيدك كبير فالملك يحاول أن يعالج المشاكل بطريقته الخاصة المحيط الأطلسي هنا حيث وقف البطل العظيم عقبة بن ناري إلى الغرب من تلك الربوة تقع مدينة طنجة حيث توقف الفتح المبارك أرجو أن يحقق الله على أيدينا الخير والعدالة للإنسانية جمعا هنا ينتهي البحر الأبيض المتوسط ويبدأ المحيط الأطلسي في آخر نقطة من إفريقيا آخر نقطة؟ أين ينتهي هذا الطريق إذن؟ إنها آخر نقطة من جهة الغرب أما إذا اتجهت جنوبا فستجد البلاد الحار هذا يعني أن ذاك الطريق يقود إلى قبائلنا وتلك البلاد وراء البحر هي للقبائل المسلمة نعم إنها الأندلس الأندلس المعنويات مرتفعة جدا أيوان قائد مقر القيادة على وشك الانتهاء لا أصدق أن عملية البناء تمت بهذه السرعة سيحقق هؤلاء المجاهدون نصرا مؤزرا بذلات يزهر الله في القبول أستعيقه للبتال شهد خينا ولا خبول إن معادر يا رجال الله أكبر الله أكبر أتعلم؟ إنني أفكر ببناء مسجد كبير يا عمر فكرة عظيمة أيها القائد فنتحدث في ذلك مع البنائين بعد الصلاة الله أكبر نحمد الله الذي رزقنا نعما كثيرا وستطعنا أن نعقد أول اجتماع لنا بمقر القيادة الجديدة بفضله وكرمه سيكون اجتماعنا القادم في المسجد الكبير بإذن الله ستبدأ حملة الفتح قريبا أيها القائد وأرى أنه لا ضير من أن نعطي الجنود فترة من الراحة ريثما يأتي إلينا أمر الخليفة ببدء الحملة إن شاء الله لا لن نخلد إلى الراحة أبدا فمن المتوقع أن يأتي الأمر ببدء حملة الفتح في أي وقت اختربوا مني جميعا ربما كان البعض منكم يعرف ما سوف أقوله لكم الآن هنا فنجة نقطة تمركزنا وهنا المحيط الأطلسي إلى الغرب وهذا هو البحر الأبيض المتوسط وهذه سبتة أقرب نقطة إلينا وهنا القيروان مقر أميرنا موسى بن نوسير وهذه هي بلاد الشام مقر الخلافة حيث يقيم أمير المؤمنين لقد انطلقت الفتوحات من الشام حتى وصلت إلى طنجة وانتظرنا لسنوات طويلة وقد حان الوقت لنتابع الفتح العظيم ونجتاز البحر نحو الأندلس وفي رأيي إن مفتاح ذلك إنما يكون باجتياز هذا المضيق هنا في هذه النقطة تماما وأرجو أن يتحقق هذا الأمر الجليل على أيدينا تعلمون أنه في العالم الآن قوتان كبيرتان قوتنا وقوة روما وبزنطة في هذا الموقع كما ترون أميرنا موسى بن نوسير يتطلع للوصول إلى الأندلس ومنها إلى روما ثم بزنطة من جهة ومن جهة أخرى أن يلتقي المجاهدين في سبيل الله في آسيا الصغرى الذين يحاولون فتح القسططيني لسنا دعاة حرب ودمار أيها القادة إننا نبغي من هذا الفتح أن نلغي ظلم رجال الكنيسة في أوروبا وأن ننشر العدل والمساواة في هذه البلاد وهدفنا هو تبليغ دعوة الإسلام السمحة ونطلب من الله عز وجل أن يحقق ذلك على أيدينا في أنحاء الأرض كافة وعما قريب فيأتينا الخبر لبدء التحرك إن شاء الله لا يجوز للقادة أن يتعبوا أنفسهم هكذا يبدو أنك تنوي بناء المسجد بنفسك أيها القائد أيها القادة أنت تنوي بناء المسجد بناء المسجد أيها القادة أيها القادة أيها القادة أيها القادة أعطوهم ملابس جافة أطعموهم وضمدوا جراحهم أحسنوا إفادتهم هيا أسنع أصبح الوضع لا يطاق تحولت بلادنا إلى سجن كبير الاستبداد والطغيان يتصاعدان يوما بعد يوم لذلك فررنا وحاولنا اللجوء إلى سبتة نرجو منكم أن تساعدون على الوصول إليها أيها القائد فنقدم لكم العون والمساعد وإذا شئتم البقاء عندنا فعلى الرحب والسعب إسبانيا وطن الأمجال إسبانيا تاج الأسيال إسبانيا القوة إسبانيا العظمة تحيا إسبانيا أيها الملك ماذا تحمل من أخبار في الليلة الماضية ألقيت قبض على ثلاثة أشخاص ملثمين ماذا تقول أيها الأحمق لقد حاولت دخول إلى المدرسة الملكية وما غرضه من ذلك لم نعرف بعد أيها الملك ولكنني أعرف زيدوا الحرس حول المدرسة واستجهموا الذين قمض عليهم لا بد أن هناك من يحاول الهروم أمرك أيها الملك أيها الملك لدي خبر غير ساد لقد فرت فلوريندا من المدرسة الملكية في الليلة الماضية ماذا تقول ماذا تقول أيها الأحمق كيف يمكن أن يعصل مثل هذا الأمر لا بد أن تجدوها مهما كان الثمن استجهموا جميع إرجعوا إلى العنف إذا اختدى الأمر هل تفهم أمرك إسمع راقبوا طريقة قرطبة ستتجوا إلى الفرس حتما ستتجوا إلى الفرس حتما ستجوا إلى الفرس حتما لك حبي واشتياقي لك حبي واشتياقي أعداد اللاجئين إلى ستة فرارا من طغيان الإذريق يزداد يوما بعد يوم إذا استمر الحال هكذا سنواجه بعض الصعوبات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء تعال أيها الصغير خذ هذه لك شكرا لك أرى أن نفض رسوما على كل سفينة تلجأ إلينا ما رأيكم بذلك أيها الكون أيها الكون لقد وصلت رسالة للتو هذه تفضل نية الإذريق تجاه خديثة جدا يا أبي لذلك سأهرب من المدرسة هذه الليلة بمساعدة بعض الرجال المخلصين لك لا تقلق سأحاول الانضمام لألفونسو في قرطبة هذه آخر حمامة من تلك التي أعطيتني إياها أرجو أن تصل إليكم ابنتك المهبة فلوريندا حان وقت تبديل الحرار ايه لقد ظهر الفرسان المسلمون أيها الكون وصل الفرسان المسلمون استدعوا المؤرخة سيركون بسرعة هيا طارق ابن زياد والي طنجا إنه الوالي الرابع من ذو قبطة بن نافل الذي يزوه سبتا تعال يا سيركون أرجو أن تكون قد ارتحت من عناء السفر الطويل نعم ولكن راحة الكبرى كانت في الفرار من قصر لذريق دون أن أصاب بمكروه وما أخبار إسبانيا هل الأوضاع على حالها نعم يا حضرة الكونت الأوضاع هناك في غاية السن لذريق قد جن وهو مستعد لفعل أي شيء فقد قام بسجن زميلات ابنتك مو فلوريندا في المدرسة الملكية للسجوابهن حول هروبها آه إنه مجنون تماما طاغيا إنه ليس من صنفي البشر لابد من إيقاف ذلك المجنون هيا بنا الآن لنستقبر طيوفنا هيا لن يوقف الاضريق عند حده إلا المسلمون أيها الكونت لقد كنت قبل سنوات في بلاد الشام ومصر وأعرف المسلمين جيدا سوف يصل الإسلام قريبا إلى كل مكان إنه ينتشر بسرعة المسلمون على وشك التقدم باتجاه إسبانيا لقد انتظروا طويلا في طنجة ولن ينتظروا أكثر من ذلك لولا أنني أخشى أن أتهم بالخيانة لعملت المسلمين على بار السرع من إسبانيا طارق بن زياد والي طنجة المبجن أهلا بك في سبتة شكرا لك أيها الكونت تفضل وليتفضل رجالك الأكهل بكل السرور من أيها الكونت المتعاون أرجو أن تشعوا أنكم في بلدكم وبين أهلكم لعلكم لاحظتم علم القسطنطينية مرفوعا فوق السفن إن هذه السفنة تمر من مينائنا بموجب اتفاق تجاري وهذا بالطبع ليس موجها ضد المسلمين أقدروا الوضع يا كونت على أي حال ابتداء من الآن سنرفع علم المسلمين في الميناء أيضا لنؤكد بذلك صداقتنا الدائمة لكم إن معرفتنا قديمة أيها الكونت نعم لقد حرص الولاة السابقون على وصل علاقات بيننا وبينكم نحن أيضا مستعدون ونرغب لكم النجاة والسعادة الحقيقية أيها الكونت شكرا جزيلا نحن أيضا مستعدون لحكمتكم ومساعدتكم بكل ما نملك وبأي وقت تشاء في الحقيقة أيها الكونت نفكر في إرسال سرية استكشاف إلى الضفة الأخرى ولا مانع لدينا من مساعدتكم أنا موافق أيها القائد سأحمل رجالك على السفن في أي وقت تحدده لقد جاءك ضيف من القيروان يا سيدي أهلا 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 وسهلا بك كيف حال القيروان وأهلها؟ الحمد لله على ما يرام لقد أرسلني الأمير إليك خيرا إن شاء الله القائد موسى يقرئك السلام ويود الإطمئنان على الأحوال هنا في طنجا وعليه السلام ورحمة الله تفضل أخبرني يا رجوك هل هناك أي أخبار عن الإذن ببدء حملة الفتح؟ ما زال الأمير ينتظر علمتني الأيام الكثير عن طبيعة الجنود لا بد لهم من العودة إلى القتال وإلا فإنهم سيترخون أحاول دائما شد عزائمهم وأحدثهم عن تلك اللحظة التي سينطلقون بها للجهاد في الأندلس هذا أملنا كلفني الأمير موسى بأن أنقل إليك موافقته على إرسال سرية استكشاف إلى الأندلس هل أنت جاد فيما تقول؟ لقد سرني ذلك فعلا سيكون هذا الأمر مبعث غبطة وسرور لجميع المجاهدين لقد وعدنا حاكم سبته أن يحمل جيوشنا على ظهر سفنه بإمكاننا إرسال السرية الآن نعم إن ذلك سيدخل السرور أيضا على قلب الأمير ستفير قلبي وروحي ستفير قلبي وروحي مرحبا تعال أيها المؤرخ سيركون تفضل بالجموس أنا من الذين تروق لهم صحبة المؤرخين آه هل تعلم إلى الآن لا يوجد أي خبر عن ابنة فلورينتا يبدو أنها لم تذهب إلى ألفونسا آه لا عليها طارق بن زياد قرر إرسال خمسمائة رجلا في سرية استكشاف إلى إسبانيا سأنقلهم على ظهر مراكبي ولن نحتاج إلى مراكب إضافية ما رأيك؟ وماذا بإمكان طارق أن يفعل بخمسمائة رجل؟ ما هي نية هذا الرجل؟ هل تعرف يا كونت؟ لا أعلم تماما صحيح أنه شاب حديث السن إلا أنه يتصرف بحكمة الشيوخ وحذرهم لقد كان قرار الأمير موسى بتوليه قيادة الجيش قرارا حكيما وهل ستذهب المراكب إلى طنجة أيها الكونت؟ أم سيأتون إلى هنا؟ لا سيكون الانطلاق من طنجة بالطبع أرغب بالمغادرة إلى طنجة مع هذه المراكب أيها الكونت؟ خيرا يا سيركون هل هناك شيء لا نعرفه؟ في الحقيقة أيها الكونت أني مسلم منذ عمد بعيد إلا أنني لم أخبر مخلوقا بهذا الأمر خوفا من القتل كان الكونت يود سيركون كثيرا وعندما علم بإسلامه صارحه بحقيقة رغبته في الدخول في الإسلام فشجعه سيركون وأنطقه الشهادتين فورا ففرحا فرحا شديدا على نيله ما هذه النعمة العظيمة أربطه جيدا كم استغرقت رحلتكم؟ يومان فقط أيها القائد قذرا هناك رجل مسن يريد التحدث إليك لقد وصل مع السفن القادمة من سكة السلام عليكم أيها القائد طارق بن زيان وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ما حاجة؟ إنني قادم من إسبانيا أنا مؤرخ القصر وأدعى سيركون لقد أسلمت والحمد لله وجئت لألتحق بكم تعال يا أخي فبهذا النجاة والسعادة الحقيقية أنت الآن أخ كريم لنا أرجو أن تعتبر نفسك بين أهلك التصبح لي بمرافقتكم إلى إسبانيا أيها القائد أهلا يا أخي على الرحب والسعادة أيها المجاهدون ستبحرون إلى الأندلس بإذن الله كسرية استكشاف بقيادة القائد طريف بن مالك كونوا له خير عون نفذوا أوامره ولا تعصوه أبدا ليست هذه حملة الفتح كما تعلم أيها القائد إنكم لن تبقوا هناك سوى أيام قليلة خذوا حذركم جيدا يا رجال ساعداء أخاكم طريفا في مهمته في سبيل الله صارت في التجاهات الجموع تنشر الإسلام دينا بين هاتيك الرجوع تحمل البشرى بخير ورجال محمدين مالأوا الأضماط عن ذنوى أبادا فيه أراك تحمل الكثير من الرسائد؟ أجل أيها الملك كلها من الجنود ولقد قمت بالاطلاع على بعضها جميعها تشير إلى اجتياز ثرقة من المسلمين البحر عن طريق سبتة وهي مؤلفة من نحو 500 رجل كما يقولون ماذا تقول 500 فقط؟ نعم أيها الملك هذا ما ورد حاكم سبتة ساعدهم في نقل الجنود جوليان ساعدهم يصعب فهم هذا الرجل هل من الأخبار عن فلوريندا؟ ها؟ هذه رسالة من الحاكم تاو أيها خاها؟ إنه يقول قل بسرعة لقد تم القبض على فلوريندا وهي في طريقها إلى سبتة لا أسد أحقا ما تقول؟ نعم ويقول إنه سيأتي بها إلى طليطلة مرحلك يا تاوح صنج إنه واحد من رجالي المخلصين الذين يعتمد عليهم هناك جبل يدعى الجبل الأبيض فيه كهوف كثيرة وهذا أضيق مكان في الخليج إنه يقع مقابل سبتة من الجهة الأخرى اسمع يا مسلم لماذا لا نتحدث مع القائد الضريف ليسمح لنا باستكشاف ذلك المكان شواطئ الأندلس من ناحية الشرق عالية كالحسن أما من ناحية الغرب فهي أقل ارتفاعا هاي هل هناك أحد؟ أهلا أهلا لكم هل أنتم من المسلمين الذين عبروا الخليج بالأمس؟ لقد انتشر الخبر بسرعة مرحبا بكم تفضلوا بالدخول بماذا يمكنني أن أخدمكم؟ شكرا لك على حسن استقبالك أهلا بالمسلمين الأبطال وماذا ستقدم لنا؟ آه آه عذرا يا سيدي لقد نسيت جاهزوا الطعام بسرعة هيا لم نرأي جنديا هنا في أطراف المدينة قادروا جميعا ليلة أمس يقالوا إنهم قضضوا على فتاة متنكرة في زي رجل تطلب من أصحاب القوارب أن يساعدوها في العبور إلى سبتة ها؟ إنها فلوريندا يا مسلم فلوريندا ابنة الكونت؟ نعم فلوريندا بالطبع يا فلوريندا كيف لم أنتبه لذلك؟ سأخبروا الكونت جوليان حانا انتظر ستخبره فيما بعد هل تعلموا إلى أين سيأخذون الفتاة؟ سيأخذونها إلى قرطبة إنهم من رجال الحاكم يتراو وستنقلوا بعد ذلك إلى طليطلة لنلحق بهم أعتقد أنهم وصلوا قرطبة إذا أردتم اللحاق بهم فعليكم أن ترابطوا على طريق طليطلة سيمرون من هناك حتما بسرعة يجب أن لا نضيع الوقت كنكم لم تتناولوا طعامكم بعد أيها السادة أظن أن المكان مناسب من هنا ولكنه مكشوف تماما لا عليك ستسد صخور عليهم الطريق إنها فكرة ممتازة يا مسلم إذا أتوا في الليل سنصطادهم واحدا واحدا أرجو أن تنجح هذه الخطة هيا يا رجال لنبدأ بالعمل هيا أرجو أن لا يطول انتظارنا في هذا المكان إنه موحش جدا ينبغي أن يبقى الحارس مستيقظا وإلا سيباغتوننا ونحن نيام آه إنني متعب جدا ماذا حدث؟ هل وصلوا؟ إنهم قادمون قادمون لا تصرخ سيسمعون صوتك ويكشفوا عنه استعدوا يجب أن نطفي النار أولا ولنأخذ مواقعنا في الحال ما هذا؟ توقفوا الطريق مسدود يبدو أنها تدهرجت من الأعلى هيا ساعدوني على فتح الطريق ما هذا؟ يبدو أنها أخمدت حديثا كمين؟ لقد وقعنا في كمين؟ تفرقوا تفرقوا شبيعا استسلموا أنتم محاصرون المكاومة لن تشغي ألقوا أسلحتكم فورا لا تقاوموا لقد وقعنا في الفخ أخرج من العربة واستسلم وإلا قضينا عليك أيها الحاكم تاو نعلم أنك في الداخل هيا أخرج فورا من عنك؟ أنا من يبغضك ويبغض ملكك الإدريق أين الفتاة؟ أظلمون إذا ما تحمله العربة حسنا إذا قمتم بأي حركة سأقتل الفتاة أنا أحذركم لن أتورى عن قتل الفتاة هل تفهمون؟ لا يمكنك أن تفعل يا تاو إذا قتلتها سيقتلك الإدريق هذا إن أفلت لنأيتنا أنا لا أمزح قلت لكم سأقتل الفتاة يا لضعفك أحضر هزالي بسرعة لا تتحرشوا إلا ستندم قلت لك استسلم يا تاو لا فائدة من العناد لقد أفلتت أحسنتم يا رجال الحمد لله هيا اربطوا الأسرة ولنغادر هذا المكان فورا مرحبا أيها القائد أهلا بكم جئت لأشكرك على ينقاذ رجالك لابنتي هذا صنيع لن أنساه لكم طول حياتي أنتم أيضا قدمتم لنا المعونة ولن ننسى فضلكم أبدا تفضلوا إن أهالي إسبانيا أحبوا جرودكم لما لمسوهم من خصالهم الكريمة إنهم ينتظرون قدوم جيش المسلمين بفارغ الصبر هذا يسرنا أيها الكون غدا سيعود القائد طريفه ورجاله وسنرى ما فعلوا هناك السلام عليكم أيها القائد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدي أخبار سر أهلا بعودتكم سليمين بل أخبار لقد أنجزت المهمة بنجاح كما تحب وترضى أيها القائد إنها بشارة عظيمة الحمد وشكر لك يا الله كيف حالك يا عمر طوب لك لقد وطئت قدماك أرض الأندلس قبل لله الحمد هيا أياتها الحمامة بلغي سلامنا إلى القيروان تغفل البشرى بخير ورجال مؤمنين بلغوا الأفضاء وغبال مؤمنين من هذا؟ وصل رسول الأمير موسى بن نصير يا سيدي القائد مغيث الرومي هنا في فنجة يا مرحباً أيها الأخ العزيز طارق كيف حالك؟ عندي لك خبر سيعجبك لقد أتى الأمر بالتحرك لفتح الأندلس أحقاً ما تقول؟ وسيأتي الأمير موسى بن نصير بجيشه بعد يوم أو يومين لقد انتظرت هذه اللحظة أياماً طويلة سيتحقق حلمك أخيراً يا طارق ما بعد الصبر إلا الفرج لك الحمد والشكر يا رب لك الحمد والشكر يا رب الله أكبر من الدل في بسم مع الدنيا صاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المجاهدون أرجو من الله أن يتم لنا هذا الأمر ولا يخيب رجاءنا وأن يرزقنا بفتح ونصر قريب ستقوم السفن بنقل سبعة آلاف جندي إلى الضفة الأخرى من البحر وسيتم ذلك غداً مساءً إن شاء الله أيها الأبطال استمعوا إلي جيداً إنكم ذاهبون إلى الأندلس مجاهدين في سبيل الله لا غزاكاً طامعين والجهاد كما تعلمون هو تبليغ دين الحق للإنسانية جمعاً أنتم ذاهبون إلى الأندلس لنشر دين الله وليس لاستعباد الناس لا تقربوا من النساء والأطفال والشيوه اتركوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له لا تتعرضوا للمزارعين بسوء لا تقطعوا غصلاً من شجرة ولا ترفعوا سلاحكم إلا في وجه من يرفع سلاحه ضدكم واعلموا أنه لئن يهدي الله بكم رجلاً واحداً خير لكم من حمر النعم اتقوا الله وإياكم أن تخرقوا حداً من حدود الله وأخيراً أوصيكم بطاعة قائدكم طارق بن زياد وعن تمتفلوا لأوامره امتثالاً تاماً وفقكم الله ونصركم على أعدائكم الله أكبر أيها القائد استعن بالله ولا تعجز أذكرك بأمر الخليفة إذا دعكت ضرورة للانسحاب فانسحب بحكمة وذكى الله أكبر كبيروا جند العقيدة أقفلوا الله أكبر كبيروا جند العقيدة أقفلوا وله الذي يرضى من دلس لأنمار الهدى الله أكبر جند العقيدة أقفلوا الله أكبر 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 يزأر لدريق بصوته القبيح مصرحا بعد عودته إلى تلك الجبال وهو ملك أن لا رغبة له هذه المرة بالرجوع خاليا حيث في المرة الماضية أفلت منه المتمردون في نفس المكان معلنا لبرغاس أن ذلك لا يرضي ولكن الكهوف 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 أيها الملك شهد المتمردون أنفسهم في منطقة أخرى من الجبال وكيف عرفتم أنهم المتمردون؟ لأن بينهم المصارع ذو القرن الواحد ماذا قلت؟ المصارع ذو القرن الواحد؟ ذلك الكابوس سنقطع قرنه حالا أيها الملك أيها الملك أنت قدمت أكثر ستكون في متناول سهانهم كيف وصلوا إلى هناك أيها الضعفاء؟ بواسطة الكهوف التي تربط الجبال بعضها ببعض هذا ما قاله المتمرد الباسكي الذي قبض عليه اليوم أيها الملك أيها الملك أيها الملك المسلمون اجتازوا البحر ووصلوا إلى الشواطئ الجنوبية وبأعداد كبيرة جدا بأعداد كبيرة؟ ليتم العفو عن جميع المساجين الذين يرغبون في القتال تقولون إن ألفونسو جمع جنودا ويريد الالتحاق بجيش الملك سيقاتل في الصفوف حقا؟ قلوا أيها الملك إنه سيقاتل من أجل إسبانيا ما بك يا برغاس؟ لماذا دخلت علينا مسلعا؟ هل لديك أخبار جديدة؟ انضم متمردون الباسك وقد حذروا طليطلة الآن والآن كم يصبح العدد بعض انضمامهم؟ بعض انضمامهم سيكون العدد ستين ألفا أو أكثر وهناك من سيلتحق أيضا في الطريق أيها الملك سيكون التحرك والهجوم غدا صباحا؟ الحمد لله الذي من علي بالحياة لأكتب عن هذه الأيام الخالدة إنه الأسبوع الثاني لاجتيازنا البحر إلى إسبانيا المدن في الجنوب استسلمت دون مقاومة وارتفعت فوق قلاعها رايات الإسلام والحمد لله وحسب ما ورد إلينا من أخبار نزل الطريق بجيشه باتجاهنا بقوات كبيرة هذا الخبر أثر في المسلمين تأثيرا بالغا وأما القائد طارق فقد أرسل يطلب الإمدادات فورا من الأمير موسى بن نصير لا يمكن أن تصل الإمدادات قبل أسبوعين ونحن لا نستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد فقط سيدي سيدي لقد وصل رسول الأمير موسى بن نصير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل تحمل لنا أخبارا سارة؟ أعطي سننسل لكم خمسة آلاف رجل وسيصلون إليكم كلا لأيام بإذن الله وعندها يصبح عددكم إثني عشر ألف مقاتل سيدي وصلت آخر سفينة من طنجة لقد رست جميع السفن ونزل منها الجنود بخير وسلام تعال معي أيها القائد اسمع إني آمرك بإحراق جميع السفن لا تدع واحدة منها ماذا؟ أحرق جميع السفن؟ هل أنت جاد يا سيدي؟ نعم جاد تماما اذهب وأحرق السفن حالا اسبانيا وطن الأنجاج اسبانيا تاج الأسجاج اسبانيا القوة اسبانيا العظمى نحيا اسبانيا أنا الظلم أنهم أخياء إن نصف الجيش يكفي لهزيمتهم ورجوعهم أيها الجنود أيها الجنود مراكبنا تحترق هل أفرى العدو علينا؟ أيها الجنود أيها الجنود أيها المجاهدون الأبطال إن ذلك الدخان الذي فرونه هناك يتفاعد هو من سفوننا وقد أمرت بإحراقها جميعا أيها المقاتلون اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيعوا من الأيتان على مأدبة اللئام أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم وإن امتدت بكم الأيام على ابتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالألذ كثيرا وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا ثقة من بارتياحكم للتعان وإسماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله فإن هلك فقد كفيتم أمره وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه فإنهم بعده يغدلون أخيرا التقى الجيشان شرقية شاطئ نهر إشبيلية حيث سار المسلمون إلى أواصف إسبانيا مسيرة يوم واحد ووصل جيش الإفريق إلى ساحة المعركة بعد يوم من استقرار المسلمين في الساحة لن يهجموا هذه الليلة لابد أنهم متعبون ومنهقون قوة إنهم تثيروا العدد والعتاد أيها القائد ما بك يا عمر ألم تقرأ قوله تعالى كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وتمادى لذريق الضال بسخريته من المسلمين فكان يردد أنهم خال رؤيتهم لجنود الإسبان سيهربون إلى إفريقية فورا في مكان فرقة الخدم وحل كثير هل يأذن جيدا؟ إذن من هنا ولا تسألوني عن هذه الموضوعات السخيفة مكانهم فيه وعنوا كأن الإقامة دائمة هنا أيها الملك رسل طارق بن زياد يريدون مقابلتكم وكعادته القبيحة يسخر ويبين أنهم جاءوا للاستسلام والضعف بسم الله الرحمن الرحيم من قائد جيش المسلمين طارق بن زياد إلى لذريق ملك إسبانيا لذريق جاءه الحق كالكنز بين يديه لكنه متكبر متغطر إنه أحد قادة الجيش ومساعد القائد طارق بن زياد أيها الملك حسن ليقرأ ولكن بإجاز أيها الملك إن ديننا الحنيفة يأمرنا أن نخيركم إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم رد الحق ولم يقبل بالإسلام أو التسليم بالجزية فازداد ضلاله وحلاله إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم دون قتال فلن يمس الأذى أحدا منكم أو عليكم دفع الجزية وإلا فإن الحرب كفى أخرجوا من هنا فورا وقولوا لقائدكم إذا لن أرضى أن يقابلني إلا مستسلم الله أكبر هيا أيها الرجال قوموا إلى صلاتكم كيف سنشرب هذا الماء؟ معك حق إنه كذر جدا وما غياتهم من ذالك الأمر جليل يريدون أن نموت عطشا لم يستفيدوا شيئا من تكديرهم للماء فهذا لم يثنينا عن الاستمرار في تحقيق هدفنا الأمر مريد أشعر أن هناك شيئا ما يحدث اجمع عددا من الفرسان واجتاز النهر لمعرفة جدية الأمر في هذا اليوم حدثت بعض الأحداث التي لا تصدق كسب طارق بن زياد من خلالها فرصة لا تقدر بثمن حدث ذلك عندما بعث رجاله لتقصي السبب وراء كذر المال كانت فرقة الخدمة التابعة للإسبان تجتاز النهر إلى الضفة الأخرى واتجهت غربا ومعها المأونة والمتاع وبعض الشخصيات المهمة لتكون في مأمن من الخطر وبعيدا عن أرض المعركة وبحركة تكية تم تطويقها من قبل المجاهدين المسلمين واستسلموا جميعا قام الرمات على ضفة النهر بمنع أي مساعدة يمكن أن تصد إليهم وبذلك كسب جيش المسلمين الجولة منذ البداية وحازم أونة جيش ديفريق وقوته فأحبطت معنوياته تماما كيف حدث هذا أيها اللائم أيها المجاهدون بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم لذلك سيهجمون علينا بكل قواتهم وفرسانهم المسلحين بالدروع سيعبر فرساننا النهر إلى الغرب وسيقاتلون لفترة قصيرة ثم يفرون متظاهرين بالهزيمة ويعبرون النهر عائدين وعندما يلحق بهم الإسبان ستحيق بهم الكارثة لأن دروعهم التقيلة وسهام رماتنا على الضفة الأخرى ستجعلهم يغرقون في النهر وسيكتب لنا النصر بإذنه أسطنيا وطن الأمجال أسطنيا تشوي الأسجال أيها المخاترين أيها المخاترين حيا للقضايا عليهم أسطنيا أسطنيا أدع جنود العدو هجوب الله أكبر الله أكبر والعزة لله هجوب يا عزة لله يا عزة لله هجوب وستعدوا للفتال شهزوا الخيلاء ولمغتون في المعالي يا رجال هجوب لا أدير إلا أشهار ونفاق 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 يا عزة لله يا عزة لله يا عزة لله هجوب شهزوا الخيلاء شهزوا الخيلاء ولمغتون التفقوا عليهم من الجانب العيسر لا تتركوا أحدا منهم على خيط الحياة هيا تراجعوا تراجعوا لا تتركوهم إلا أخبهم ونفقوا عليهم هيا يا جمود يا جمود ربط واشبع كل جتار شهزوا الخيلاء ولمغتون من معالي يا رجال يوم موغتون يوم , كل جتار لنغذر يوم موغتون وهكذا ابتلع قاع النهر الجنود الاسبان مع خيولهم وخسروا خسارة فادحة لم يكن يتوقعها احد وانتهت بذلك اول جولات المعركة بانتصار ساحق للمسلمين وانضى العدو بقية يومه في محاولة جمع شتاف الجيش من النهر وفي ليلة اليوم الاول من المعركة قام المسلمون بحفر الاماكن لتمركز الغمات على ضفة النخل يبدو ان طارقا كان يريد اطالة مدة الحرب لكي ينهار جيش العدو الذي خسر المعونة وكثيرا من الرجال العالم كله سيضحك بعد هذه الهزيمة الساحقة اليوم الثاني حدثت اليوم بعض المناوشات الا ان جيش العدو لم يصدع مواصلة القتال يبدو انه لم يفق من الصدمة بعد هزيمة الامس ابعذوا عن الاناكن غير العميقة في الظهر للا أبر منها اليوم السابع استمرت المناوشات وحاول فرسان العدو عبور النهر فتصدى لهم رمات المسلمين وارغموهم على التراجع احساسات متباينة تنتابني اليوم يبدو ان العدو سينهزم خاصة مع غروض انباء عن بدء تراجعه الى اعالي النهر نحو الغرب غدا سيكون يوما حاسما بإذن الله ايها المجاهدون الابطال يا طلائع الايمان لقد خمتم بعمل عظيم سيظل نبراسا يضيء الطريق للاجاب القادمة لقد الحقتم الخسائر الفادحة في صفوف العدو بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى غدا سنهزمهم شر هزيمة ان شاء الله خلال الايام الماضية انهكت قوى المقاتلين الاسبان واصبحوا في غاية التعب والاطاق معنوياتهم محطمة اقواتهم قليلة وعزائمهم خائرة لذلك اريد منكم ان تخلدوا الى النوم والراحة اليوم وغدا وبعد صلاة الفجر سننقض عليهم بسرعة ونفاجئهم سنحاول تمزيق صفوفهم والحاق الهزيمة النهائية بهم ان شاء الله اليوم الثامن مع طلوع الشمس والقشاع الظلام بدأ المسلمين رجومهم على العدو بعد صلاة الفجر انقضوا على الاسبان كالصقور الجارحة لتقدمهم قائدهم الشجاع طارق بلوزياد باغة العدو المتعب الذي سارع افراده لأخذ مواقعهم وتنظيم صفوفهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير جنة العقيدة أكبر الله أكبر كبير جنة العقيدة أكبر 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 ليتقدم الفرسان إلى الأمام وليرجع أيها الملك هل أنصف فر من ساحة القتال ليس له ولاء كان متوقع ذلك منه ولكنكم لا تسمعون الأوامر على كل سوف يحاسب في الصباح فرسانهم يهجمون بكل قوتهم أيها الملك بدأت الأمور تفلت من الملك الإذريغ لقد نبت الفوضى في الصفوف يبدو أنها معركة خاسرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير من العقيدة أكبر حاول تفضل أنهم يغطفون في السلام يغطفون الله أكبر الله أكبر من العقيدة أكبر ترون يغطفون سلام الله أكبر اسبانيا وطني الاسبانيا اسبانيا جزا اسبانيا القوة اسبانيا رنص لحيا اسبانيا لن تكون بحاجة إليه بعد الآن أيها الملك الحمد لله الذي أكرمني بكسر رأس الباطل وقد سبقني إليك رجالي المجادلون اتركني اتركني انتشر خبر موت الملك بين الجنود سريعا ففروا هاربين من المعركة وهكذا انتصر جيش المسلمين وأصبح الطريق مفتوحا باتجاه طليقلة العاصمة بعد ذلك تابع طارق فلول الفارين لأن الأخبار وردت إليه بأن العدو يجمع قواته من جديد وصل طارق بن زياد طليقلة وفتحه وحين انقضى الشتاء سار الأمير موسى بن نصير باستكمال فتح الأندرس وفتح مدنا كثيرة ولم يمر بموضع إلا وفتحه الله عليهما والتقى أخيرا بطارق في طليقلة بعدها تابع المسلمون الفتح العظيم بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد فبورك الأبطال المجاهدون وبوركت أمة عظيمة أنجبت أولئك القادة الغر الميامين الله أكبر الله أكبر كبروا جند العقيلة أقفلوا الله أكبر كبروا جند العقيلة أقفلوا وتهل هي أرض أندرس لأنوار الهدى الله أكبر لن تدل في بسمع الدنيا صادى الله أكبر